ونذهب الآن إلى تونس خلال استقباله وزير الخارجية اليونانين كوستان دياز شدد الرئيس التونسي قيس سعيد شدد على أن المصارى الديمقراطي سيتواصل وفق إرادة الشعب في بناء دولة القانون على أسس جديدة تقضي على الفساد قيس سعيد جدد أيضا التأكيد على أن تدابير الاستثنائية والتي تم اتخاذها في الخامس والعشرين من يولي والماضي تندرج في إطار الدستور خلافا لما يحاول البعض الترويج له من جانبه أشار وزير الخارجية اليوناني إلى أن بلاده تقف إلى جانب تونس وتقدر مساندة الشعب التونسي لرئيس الدولة في مجهوداته من أجل استقرار الديمقراطية لقد حصل لي شرف كبير اليوم أن ألتقي سيد الرئيس قيس سعيد وفي هذا الإطار لقد ركزت على الدور الريادي الذي تلعبه تونس في المنطقة بأكملها وفي دورها الذي تلعبه من أجل إرسال ديمقراطية حقيقية ومنظومة مستدامة نحن هنا للمساعدة قدر الإمكان لقد قمتم بخطوات هامة من أجل استقرار الأوضاع في الجوار